موسيقى موسيقى ليس معنى رفض هذه الممارسات أنك تقف في مربع الإخوان المسلمين الذي ترفض أيضا ممارسات كانت لهم قبل 36 وبعد للمفرقة الحقيقة للمفرقة أن تعبير المعادلة الصفرية اللي حقيقة استخدمته باللغة الإنجليزية تقريبا هو نفس التعبير اللي استخدموا الإخوان المسلمين هم شايفين أن هذا الصراع عبارة عن معادلة الصفرية ولهذا أنا كتبت مقال في قبل 14-8 يعني قبل ما جرى في ربعة أنبه فيه إلى ضرورة أن نخرج من هذا المأزق وأنه اعتبار أن ما هو قائم في مصر معادلة صفرية لا يمكن لا يستقيم لأنه ببساطة في المعادلات الصفرية معناها أنه لابد أن تلغي الآخر تماما وهذا غير قائم